تعالوا أقول لكم بقى الفار وتقنية الفار والفي اي ار وصلنا لغاية فين اتحاد المصر وكلت قدم بيبدأ أولى مراحل التدريب على تقنية الفار الحمد لله خلاص الأجهزة لو كنت حضرتكم تبعين وصلت بيتمرون دلوقتي أو بيتدربوا على ايه الفار بيشوفوا الأجهزة ايه الفار ونتعامل معها ازاي المفروض الحاجات دي التجارب الفنية دي تاخد يومين هيكون على الملعب الفرعي الاستاد القاهرة يبدأ بعدها الحكام في القضاء لمحاضرات النظرية حول الأمور المتعلقة بكافية تشغيل هذه التقنية ومن المكرر أن تستخرج هزين مرحلة أسبوع بعدها يتم تقسيم الحكام لـ 18 مجموعة كل مجموعة 3 حكام للبدء التدريب العملي والذي يمتد المدة 28 يوم متوقع نشتغل الفار في الدور الثاني من الدوري العام كل التوفيق لكل القائمين على هذا هنقول مشروع داخل عندنا جديد إن شاء الله يعني يبقى إضافة للكرة المصرية ويدي لكل واحد حقه ده اللي احنا مستنينه كنادي أهلي تحديدا تحديدا وده اللي طالبنا به كتير جدا أو طالب به بصفة شخصية كابتن محمود الخطيب بصفته و بصفة رئيس النادي الأهلي محمد فضل عضو لجنة الإدارة للتحاد المكلف بالمشروع بيقول إن البرنامج الزمني الموضوع يكفل تطبيقه التقنية بداية من الدور الثاني اللي لسه متكلم مع حضرتكو في الموضوع ده لو هم مستنين موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة أكيد هي يعني مش هتعترض أو هتوقف هذا المشروع